الكفاءة والمهنية وحب الوطن تقض مضاجع الفاسدين في العراق فيحاول إقصاء هذا الوزير أو ذاك أو الضغط عليه من خلال أدواتهم التي اعتادوا عليها وباتت مكشوفة وهذا ما حدث مع وزير الصحة العراقي علاء العلوان أحد الوزراء الجدد في الكابينة الوزارية التي لم تكتمل العلوان عقد العزم على محاربة الفساد الذي نخر جسد وزارة الصحة وأماط اللثام عن الكثير من العقود التي أبرمت بملايين الدولارات ولا أثر لها على أرض الواقع فالمستشفيات تعاني شحن في الأدوية لكل الأمراض إضافة إلى نقص التجهيزات هذا في العاصمة بغداد أما في المحافظات فالواقع الصحي يعجز اللسان عن وصفه توفير الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكل المواطنين هناك عقبات كثيرة هناك مشاكل نحن لدينا الآن واقع صحي دون مستوى الطموح ينبغي العمل على إعادة أو حيوية النظام الصحي العراقي في وقت ما المؤشرات الصحية في العراق كانت من أفضل مؤشرات في الإقليم كله الشهر الماضي وعلى أثر ضغوط ومساومات وتجاوزات وتدخلات سافرة في عمله وعقبات مستمرة لا تزال توضع بطريقه لتمنعه من المضي بتنفيذ رؤيته للنهوض بالواقع الصحي والبيئي قدم الوزير استقالته إلا أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من قادة القوى السياسية طالبوه بالبقاء والاستمرار في النهج الذي وضعه وتواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الغير مكتملة حتى اللحظة الكثير من الضغوط وشبه رئيس الوزراء التصدي لآفة الفساد في العراق بالمنازلة الكبرى وقال إن حكومته استجمعت كل الجهود والأجهزة الرقابية تحت مضلة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل القضاء على هذه الآفة فهل سيكمل مشواره؟